موسيقى السلام عليكم سيموس دراتي اليوم سنجمعه في ترند على هاي سينغت اليوز يلا سيموس دراتي من مواليد مدينة كونات كبرت في سلة ودب الساكل في كازا سيموس دراتي اللي قوم بتعمل مواليد التوبية في ترتيجية لهم سيموس دراتي اللي سيموس دراتي اللي سيموس محتوى وفلوس الوقت موبتيل وأشجر وكميدي وكونسبتور ريداكتور بالنسبة له لقد بديت في يوتيوب في 2013 في آخر 2013 قمت بتعليق اول فيديو ديلي في يوتيوب لك هذه الساعة لم يكن على أنستغرام فهنا نكون على فيسبوك وكنا نحن التعليق وعلى أن يمكن تقوم بتعليق فيديو فيديو حتى تضطي تقوم بتعليق فيديو نفسه لم يكن تحشم تقول الناس تقول الوليدة ديال وكل هادار غندخل وغنصور فيديو وغندير الضحك وهذا وهذا وانا كان عقل بانه تحديت راسي واحد لمرة لان الصراحة اول فيديو حطيته وما كانش فيديو في يوتيوب اول فيديو حطيته وكان فيديو صغير فان واحد يعني قاق واحد في واحد ثلاثين ثانية ضيوغ رابق نخليه في يوتيوب رابق نحطوه كان واحد الفان صغير على في العيد الكبير كليت اللحم بزاف ومحلات فارقة عالتونك هاداك الفيديو كان بنسبة لي اكزيرسيس يلا انني نحليت الحشمة شنون الحويش اللي خلوني نبدأ في يوتيوب ندير فيديوهات في يوتيوب من غير انه تعجبني الضحك وانني تانسبيريت مندي يوتيوبر اخرين في المغرب وبره المغرب الحاجة واحدة اخرى هي انه ما كنتش عارفة شنو بغي ندير في واحد الوقيت من يدرت الفيديوهات اكتشفت بانه حاجة تعجبني هذه ما غنحش براسي خدام نقدر ندور السمانة كلها صباحة نفعق نخصني نكتب سكيتش نفكر فقاق نقلس نهار كامل وانا هكا باش نفكر فقاق وما كنتش كنحس براسي خدام انتقادات كتواجهها هي كتصرتها كتصرتها بشغي مذلمة كتدوزها وماقدرش نقول لي كلها صافرة كتجيني عادية ما حمارها غتجيني عادية لأنني بحلي بحلقاء البشار ولكن قلت كنواجهها الموضوع اللي يناقشه الناس بزاف هاد المهنة هو الفلوس لان دفوع كنشوف ناس يدروا بزاف الفلوس من هاد المهنة هاد كنبدوا نتساءله كيفاش واشهدوا خي كي يصوروا راسهم ويحطوا راسهم ويدروا الفلوس انا قدر نقول لك واحد القادية صناعة المحتوى مهنة احنا نقولها في الكلمة دياله راسينا عدوك اوتوماتيك موفي على الفلوس كين الفلوس تقدر تعيش بها تعيش بها مزيلا كما كين اللي كيغش بها حيات عادية لأنه هو منيفو دياله وشنو كيقدر يعطي وشنو غيقدر ايها انا كنخدم في اطار مؤسسة عندي شركة ديالي كنخدم بها مع مستشارين مع مركات اللي تبغيوا يتعاملوا معاك وكنخدم هذا هي السخص اللي ولا ديالي السخص الثاني هي الميتي اللي يعجبني أنا وهو كونسيبتور ريداكتور اللي كخدمان فريلاس مع مؤسسات ومع واكالات سيبخيان ونغمان لديهم بجوجهم لأنه بدتها في 2013 كنت كنت تفرج فيهم وعمروا لي راسي بزاف بأن البودكاكت مقدر نديره وكتاب أنه ومع الوقت تلاقيت نغمان تلاقيت نغمان وجل مغرب وكلمشينا عرضت عليك اللي نكسكسو باقي 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 لأنه عندهم واحدة توجيه شوية زوينة صناعات المحتوى زوينة تقدر تبني فهم وستقبال ولكن كان واحدة أهم من الفلوس بزاف أهم من الفلوس هي أعرحت البال لأن الله يريد عليكم أي حاجة تشوفوها في انترنت خدوها خدو الأفكار كاملين خدو الأفكار كاملين كما تبنت تشي فكرة ديالشي واحد خدو الأفكار كاملين عجنوهم نضغوهم زيان ونخرج بفكرة ديالك انت ودير ذك الشي اللي كترتاح فيه انت ودير ذك الشي اللي كترتاح فيه انت